السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القمر طبعا الآن موجود في برج الحمل الساعة 11 و23 دقيقة تقريبا ظهر اليوم بده ينتقل القمر من برج الحمل لبرج الثور ورح يظل القمر موجود في برج الثور لغاية الساعة 12 و58 دقيقة من بعد ظهر يوم الخميس القمر الآن موجود في منزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 24 و28 دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الثورية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسب لإظهار أي شيء مناسب للسر والكتمان وإخفاء الأمور القمر بما أنه موجود لغاية ساعات الظهر في برج الحمل معناته خلال هذا الوقت نشعر بأنه أكثر نشاط في العمل وأكثر تصميم وأكثر استقلالية ممكن نبدأ بمشروع جديد ولكن من المرجح أن تكون أفعالنا متسرعة أو متهورة علينا أن نكون حذرين على الطريق أكثر أثناء الحركة أو قيادة السيارة منلاحظ أيضا خلال هذا الوقت إننا منفقد صبرنا في تعاملاتنا مع الآخرين وهذا الشيء ممكن يؤدي لها مشاكل وحجج غير ضرورية بنفقد دبلوماسيتنا وبتسيطر علينا العصبية وبرضو بصير عنا عنصر فرض الرأي والتحكم بالغير موجود عند وجود القمر في برج الحمل يوصى بإجراء فحص للعيون إذا لزم الأمر لذلك أو تعديل تسريحة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة ثنتين وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا تمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبصير عنا ثقة بالنفس أكثر وابنتألق بفضل سهولة تعبيرنا بعد هاي الزاوية مباشرة بابدأ عنا خلو المسار خلو المسار للقمر اللي هو الخلو السلبي رح يبدأ الساعة ثنتين وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا ورح يستمر لغاية الساعة احداش وثلاثة وعشرين دقيقة ظهرا لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الثور هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراج شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة احداش وثلاثة وعشرين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش القمر خلاص بنتقل بيستقر في برج الثور عشان هيك من ساعات الظهر وما بعد نصبح أكثر حذرا من ميل لحماية ممتلكاتنا نادرا ما نبحث عن أشياء جديدة يجب أن نعتمد على أنفسنا ماليا وأن لا نفكر في اقتراض الأموال من البنوك أو الأصدقاء أثناء وجود القمر في برج الثور ينصح ببدء خط التوفير أو شراء عقار أو قضاء وقت ممتع في المنزل أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تربيع سلبي بين القمر وبين بلوتو هذه الزاوية رح تكون الساعة ثنتين و34 دقيقة عصرا بتوقيت جرينتش بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم أن نعمل عمليات جراحية لإلها طبعا الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة القضيب والمرارة والشريين والدم أما من ساعات الظهر وما بعد بصير عنا الأكثر حساسية العنق الحنجرة الحبال الصوتية الغد الدرقية اللوزتين وتفاحة آدم طبعا بالنسبة لهذا اليوم ما زال تأثير الكسوف موجود فما بنصح بإجراء العمليات الجراحية إلا إذا كانت اضطرارية لجميع أعضاء الجسم ولكن الأعضاء اللي ذكرناها هاي ما بنصح نهائيا طبعا هذا اليوم أيضا غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح أيضا للقص العلاجي القمر بما أنه رح يستقر في برج الثور من ساعات الظهر ورح يظل موجود في برج الثور معناته خلو المسار القادم بيكون الساعة عشرة وثلاث دقائق صباح يوم الخميس ورح يستمر لغاية الساعة اتناعش وثمانية وخمسين دقيقة ظهرا لا يستقر القمر بعدها في برج الجوزة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الجديد عمر يوم في تمام الساعة ثلاث واثنين وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بصير يومين نسبة الإضاءة اثنين بالمية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم تسعتاش أربعة سعيد الآن بنسبة مية في المية ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة ستين في المية القمر في الحمل ورح ينتقل للثور ورح يظل في برج الثور لغاية يوم 11 أربعة سعيد الآن بنسبة ستين في المية ساعات المساء سعيد بنسبة خمسة عش في المية عطارد في الحمل بيتراجع حتى يوم خمسة وعشرين أربعة منتحس بنسبة عشرة في المية الزهرة في الحمل حتى يوم تسعة وعشرين أربعة منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية المريخ في الحوت حتى يوم ثلاثين أربعة منتحس بنسبة عشرة في المية المشتري في الثور حتى يوم خمسة وعشرين خمسة منتحس بنسبة عشرة في المية زحل في الحوت حتى يوم تسعة وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسة في المية وأورانوس في الثور حتى يوم واحد تسعة سعيد بنسبة خمسة في المية ونبتن في الحوت حتى يوم اثنين سبعة سعيد بنسبة خمسة في المية وبلوتوف الدلو حتى يوم اثنين خمسة سعيد بنسبة خمسة في المية أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً بتظل ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط لغاية ساعات الظهر وبتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم ممكن تهتم بمظهرك أو ببعض التغييرات هاي مرحلة تعتبر مرحلة انطلاقة لمشاريع جديدة بتتمتع بنشاط ظهني وجسدي كبيرين أما من ساعات الظهر وما بعد بيصبح يوم بيحمل معا فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة أو تدخل تحسين على ميزانيتك بتنشط بالاتصالات والزيارات وبتهتم للترويج لخطة أو للقيام بزيارة ممكن تعالج مسائل إدارية أو تمويلية بتتطلب توقيع ومتابعة لدى المراجع المعنية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الآن وحتى ساعات الظهر بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم وراحتكم بالظل وتيرتكم منخفضة وبرضو ممكن تتأخر مشاريعكم وربما تلغى أما من ساعات الظهر وما بعد طبعا بتصبح ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي طبعا رح تبدأوا فترة مميزة واستثنائية فعشان هيك لازم أنك تستغل هاي الفترة وتأخذ المبادرة وتكون شجاع برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء من الآن وحتى ساعة الظهر ومنكم أشخاص ممكن يشارك في حفلة أو مناسبة سعيدة كون مخلص لصداقاتك ووعودك ما تحاول تفرض رأيك أو سلطتك ممكن يكون فيه سوء تفاهم أو تكون بعض العصبية موجودة عندك ضبط الأعصاب مطلوب لأن القمر بيقترب من بيت متاعبك في ساعة الظهر القمر خلص بيوصل إلى بيت المتاعب فعشان هيك بتبدأوا فترة بتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني وإنجاز ما بغسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم لا تراهنوا على الحضوظ ممكن يتعانوا من الركود ومراوحة المكان ما تجازفوا بصحتكم ولا بعلاقاتكم لأن أفكاركم مشوشة والظروف مخيبة للأمل بالنسبة لموليد برج السرطان بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل من الآن وحتى ساعات الظهر واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شنك تهدئ من روعك لأنها فترة سلبي مشحون بالمتاعب والتوتر وعلج الأمور بهدوء وقدم أفضل ما عندك أما من ساعات الظهر وما بعد بتسعد من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته بترافقك رياح مواتي رغم الضغوطات كرر المحاولة إذا أردت الدعم والتأييد فترة مناسبة للانضمام لجمعية أو مؤسسة ابتتلاقى مع طموحاتك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد تنشطه في مجال الاتصالات والسفر لبعيد والحوارات والنقاشات لغاية ساعات الظهر تقريبا ولكن بدكوا تحذروا على الطرقات أثناء القيادة وأيضا اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة لا يعتمد على الحضوظ بده يعتمد على جهده الشخصي حاول أنك تظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة أما من ساعات الظهر وما بعد هنا بيصير الجو مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على عملهم بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين فترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن ممكن يكون فيها قلق حول أحد أفراد العائلة ممكن يتواجه مسؤولية أو عبء مهني لا ترتبك في المواقف الحساسة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بالظل الأمور المالية بتشغل فكركم من الآن وحتى ساعات الظهر رغم أنه فيه فرص متاحة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض ولكن بادروا لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع الفترة هاي ما بيجوز المغامرات المالية وانتبه على أموالك من النصابين والمحتالين أما من ساعات الظهر وما بعد بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في السفر أو الاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بترتفع المعنويات وبتزيد فرص النجاح بشكل كبير وبتعودوا للإمساك بزمام الأمور هاي فترة إيجابية جدا بيسهل خلالها الحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب بعض الأطراف معك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان ابترغبوا في تدعيم شراكاتكم من الآن حتى ساعة الظهر وها بالظل فترة مناسبة للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ما بجوز إثارة المتاعب اتجنبوا الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذروا من الحوادث لأن الأعداء في هاي الفترة بكونوا كثر وبينتظروا الفرصة أما من ساعات الظهر وما بعد هنا بتتغير الأوضاع بتمنحك فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك وراحة شيخوختك وتأخذ المبادرة في الاتجاه المذكور قدم التنازلات وتراجع عن قطوات وقرارات سببت إزعاج وعدوات برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا أنجزوا ما ترى كم لديكم من عمل وبتجدوا تعاون من الزملاء من الآن وحتى ساعات الظهر نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قصة من الراحة من حين لآخر ومن المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات بتكثر النشاطات وربما تشعر بالتعب أو يتراكم عليك بعض الأعمال أو تجد صعوبة في إنجاز بعض الأعمال أما من ساعات الظهر وما بعد بيصبح اليوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ووسعكم تعزيز شراكاتكم ولكن حاذر الإنفعالات بيصعب التفاهم معكم وممكن تقع في ورطة أنت بغنى عنها الجو متوتر وممكن تظهر مشكلة طارئة فبدك تكون صبور وما تتذمر لأنها فترة خالية من الحظ برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباءكم وتعزيز العلاقة معهم من الآن وحتى ساعات الظهر والظروف بظل فيها نوع من أنواع الإيجابية ولكن احتمال أنه يكون في قلق اتجاه أحد الأحبة في نشاط في حيوية بتميلوا للهو والترفيه عن النفس طبعا بدك تنتبهوا من فرض السلطة والسيطرة على الأحبة أما من ساعات الظهر وما بعد رغم تراكم العمل إلا أنه عندك قدرة على إنجاز حصة الأسد منه نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قسط كافي من الراحة وما تلتهوا بالقشور والأمور الثانوية اعتمد على جهودك وطاقتك لحصد النجاحات والأرباع وراقب وضعك الصحي برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة من الآن وحتى ساعات الظهر وهي فترة مهمة لتعزيز الروابط بالرغم من بعض الهواجس اللي بتعيشها في نوع من أنواع تبادل الزيارات أو الاتصالات المهمة لكن ممكن يسود التوتر بسبب حدث طارئ أما من ساعات الظهر وما بعد بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني بيطمعن بالكم نسبياً وبتجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهمش أنك ما تستسلم بل كرر المحاولات ممكن ترغب في استكشاف مناطق جديدة أو تميل للسفر أو المشاركة في رحلة عمل أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أجواء رومانسية ونجاح ولكن ممكن يكون في قلق حول أحد الأحبة بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً من الآن وحتى ساعات الظهر بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ومنكم أشخاص ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح باستطاعتك قلب المعادلة لصالحك أهمش أنك ما تبقى وحيد بل ابحث عن الأصدقاء والأحبة لتعزيز الروابط بتملك سرعة خاطر ومهارة ملموسة ولكن انتبه أثناء تنقلاتك أو قيادتك للسيارة أو أثناء حركتك من الحوادث والإصابات أما من ساعات الظهر وما بعد بغسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية لا تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك لا تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج اسعى لتحسين موقعك في العمل ولا تثبيته قدم المساعدة لللي بيحتاجها برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعاً بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي من الآن وحتى ساعات الظهر ومنكم أشخاص ممكن يسترد أموال بتعود له أو يحصل على هدية ممكن تسمع خبر سهر أو يلعب قريب دور مهم ممكن تهتم بقضية شراكة أو عمل عالج الأمور بشكل دقيق وممكن تهتم لأولويات مالية أما من ساعات الظهر وما بعد بتنشطوا بالدراسة والسفر والاتصالات وبتصير الوقت مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار كون عنصر إيجابي وما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معك ممكن تهتم أو تتفهم الآخرين وابقى هادئ لا تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية بل كرر المحاولات السابقة وما تستسلم عاذر من السرعة وسوء التفاهم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر